بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة التاسعة والأربعون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا لكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء هذا السائل محمد يقول كيف تكون الشيخ محاسبة النفس وهل هي يوميا أم في آخر الأسبوع وما رأيكم في محاسبة النفس في آخر الشهر وهل للصحابة هدي في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين نعم على المسلم أن يخاسب نفسه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نير المؤمنين حاسبوا أنفسكم قبل أن تخاسبوا وذلك بأن تذكر سيئاته وذنوبه فيتوب منها تذكر ما صدر منه من السيئات ومن الذنوب في يومه في ساعته في شهره في سنته يحاسب نفسه دائما على ما صدر منه ويحدث بكل ذنب انتوبة واستغفار تذكركم الله خيرا له سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ الافتراق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن افتراق أمته هل هو في عصر الحاضر كما نسمع أم أنه في أهد التابعين الافتراق حصل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قال من يعيش منكم قال للصحابة من يعيش منكم سيرى اختلاف كثير فالافتراق حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر ولا يزال قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فالافتراق حاصل من قديم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتطوى ويزيد كل ما تأخر الزمان زادت الافتراق والفرق ولكن الحمد لله طريق واضح والحق واضح لمن أراده قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاري والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضها المسلم يتبع سبيل السابقين من الصحابة والتابعين والسلف الصالح الذين هم على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه نعم جزاكم الله خيرا يقول يا شيخ النسف للإيمان يزيد وينقص ولكن ما سبب الزيادة وما سبب النقصان؟ سبب الزيادة والطاعة فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالماصف فكل ما حصل إنسان ربه نقص إيمانه كل ما أطاع الله زاد إيمانه قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فالإيمان يزيد بالطاعة فعلى المسلم يكفر من الطاعة الواجبة والمستحبة وبذلك يزيد إيمانه ويقوى يقينه ويعظم أجره وإذا حصل منه ذنب أو معصي أو مخالفة فيباجد بالتوبة والاستغفار وإلا فإنهم يمتنقص من إيمانه وربما لا يبقى من الإيمان شيء ربما لا يبقى من الإيمان شيء وينفد الإيمان لا حوله ولا قوة إلا منه إذا لم يتعاهده الإنسان بالتوبة والاستغفار والزيادة من الطاعة إذا كم الله خيرا يقول بالنسبة للرجل الشيخ عندما يتردد على المسجد ويحافظ على الصلوات في أوقاتها هل نشهد له بالإيمان؟ فيما يظهر لنا نعم نشهد له بأنه يعتاد المسجد وأنه يحافظ على صلاة الجماعة هنا نشهد له بالخير ظاهرا فيما يظهر لنا هذا السائل أبو شهد يقول الأخي رجل صالح ولكن الشيطان يوسوس له بوساوس عظيمة ويسألنا أسئلة نحتار فيها أو يحتار فيها العقل وهو خائف وجل ويقول هذه الأسئلة غصبا عني فبماذا توجهون مثل هذا؟ نوجهه بأن يترك هذه الوساوس وهذه الأسئلة وأن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ولا يندفع معها وينفعل معها جزاكم الله خيرا يقول في الآية الكريمة ويعلم ما في الأرحام في وقتنا الحاضر تسارع علم الطب بتحقيق الجميع ذكر أو أنت كيف نوجه ونوفق في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام فما في الآية الكريمة ما نحن فلا نعلم ما فيها ولو علمنا شيئا من أخوال الجنين لم نعلم بقية أخواله من شقاوة وسعادة وكهر وإيمان وغنى وفقر وطول عمر وقصر عمر لا نعلم ذلك إنما نعلم بواسطة الآلات أنه ذكر أو أنسى فقط أنه حي أو أنه ميت أنه صحيح أو أنه مريض نعلم أشياء يسيرة من أخواله ولا نعلم كل أخواله هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأيضا لو لا وجود هذه الآلات ما علمنا شيئا عن الجنين إنما علمنا بواسطة فقط بدونها لا نعلم أخوال الجنين جزاكم الله خيرا الأخ أبو علي يقول فضيلة الشيخ خلنا نشتري السيارة إذا كانت منتهية بالتمليك وقرأت كلاما عند المعرض بالوعد بالتمليك لا يجهد هذا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء لأن الآجار المنتهي بالتمليك عقد باطل لأنه جمع بين عقدين مختلفين في أحكامهما فالإيجارة عقد مستقل والبيع عقد مستقل وكل عقد له أحكام ولا يدخل هذا مع هذا نعم جزاكم الله خيرا يسأل عنه يقول الخادمة وزوجها من عادة أن أعطيها زكاة مالي كل سنة هل هذا جائز؟ هذا جائز إذا كانوا فقراء ومسلمين إذا كانوا مسلمين وفقراء جائز بشرف ألا تحسب هذا من راتبهما أو تعطيهما لأجل الترغيب في العمل عندك من مصالحك هذا لا يجوز إذا أعطيتهما لفقرهما وحاجتهما لا بأس بذلك لا فإذاكم الله خيرا فظيلة الشيخ يقول هل تعلق المشيئة هل تعلق المشيئة بالدعاء وعند الطلب للشيء من الله لا لا تقول اللهم اغفر لي إنشيئت هذا نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقول اللهم اغفر لي إنشيئت اللهم ارزقني إنشيئت فليجزم للطلب يقول اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم اتوب علي نعم هذا السائل الذي رمز باسمه بأبو أحمد يقول جاءتني رسالة يا شيخ من زميل في العمل ترطب في صيام آخر يوم من العام الهجري ويقول أرسلها إلى زميل آخر تؤجر هذا عمل باطل وبدعة ولم يشرع لنا صيام آخر يوم من السنة الصيام عبادة والعبادة لابد لها من دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما هو الدليل على أن آخر يوم من السنة يصال من كتاب الله ومن سنة رسوله الصحيحة فهذا عمل باطل ولا تروج هذه الدعاية وانصح حالا الذي أرسل لك هذه الرسالة أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا العمل الشيخ الصحيحة حفظكم الله في هذا الوقت الحاضر كثرة الجوالات والاتصالات هذه الرسائل التي تحفظ على صيام يوم معين أو ذكر معين أو يقولون صيام جماعة في ليلة معينة وإرسالها إلى الآخرين يعني لماذا تكفر مثل هذه الأمور تكفر لأجل ترويج البدع لأن هناك ناس يدعون إلى البدع ويريدون تضليل الأمة فهم يقصدون هذا أو منه ناس جهال لا يدرون يحبون الخير ويقولون هذه عبادة ولكن نقول كل عبادة لابد لها من دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعبادة التي لا دليل عليها بدعة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فعليكم أن تحذروا من هذه الجوالات وما يروجوا فيها إما عن تضليل وقصد للإساءة أو عن جهل بأحكام الشريعة أحسن الله إليكم مباركة فيكم هذا السائل عباس سوداني مقيم في جدة يقول ما رأيكم ورأي الشرف في نظركم فضيلة الشيخ من الذين جعلوا من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تجارة رسول صلى الله عليه وسلم قد مدحه الله في كتابه الكريم وأثنى عليه وإنك لعلى خلق عظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم خريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم قد مدحه الله سبحانه وتعالى وأعلى من شأنه وأعلى من ذكره ونثني عليه بما أثنى الله به عليه هم الغلو في مدحه ورفعه فوق منزلته فهذا منهي عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله فنحن لا نرفعه فوق منزلته إنه عبد الله ورسوله يقول عندما نصف الرسول صلى الله عليه وسلم بحبيب الله هل في ذلك بأس وما أحسن وصف هذا قليل ولكن يقال خليل الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبتت له الخلة كما ثبتت لإبراهيم عليه وسلم فالله قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فنقول خليل الله هل أكمل من قول الحبيب الله نعم جزاكم الله خير نبارك فيكم يقول الشيخ هذا السائل أبو إبراهيم متى يتأكد استعمال السواك وما حكم السواك لمنتظر الصلاة السواك سنة مؤكدة فيه فضل عظيم أطهرة للفم مرضاة للرب ولهو أوقات يشرع كل وقت ولكن لهو أوقات تكون أفضل مثل عند الوضو عند الصلاة عندما يقوم الإنسان من النوم عندما تتغير رائحة فنه عندما يريد تلاوة القرآن نعم جزاكم الله خيرا يقول لفضيلة الشيخ عبارة شاءة الظروف وشاءة الأقدار أن يحصل كذا هذه عبارة سيئة ولا تجوز يقول شاء الله ولا يقوم شاءة الأقدار أو شاءة إرادة الله أو ما يشبه ذلك المشيئة تسنب إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول أنا أنسى التسمية عند الوضو ماذا علي شيخ إذا نسيت وتذترت في أثناء الوضو سم وأكمل وضوك وإذا لم تفطن إلا بعد ما فرغت من الوضو هو وضوك صحيح والحمد لله نعم له فقرة آخرة في الوضو يقول إذا انقطع الماء مثلا أثناء الوضو وجفت الأعضاء فهل يبني الإنسان على ما تقدم أم يعيد الوضو إذا جفت الأعضاء لطول المدة فإنه انقطع الوضو فعليه أن يبدأ من جديد نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم من تقل إلى رسالة بعث بها المستمع أبو سامي يقول حياة الآخرة يا شيخ حق ولكن كيف تكون هذه الحياة وماذا يجب على الإنسان للإعداد لها الحياة تكون كما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعود الإنسان حيا بعدما كان ميتا وتعاد روحه في جسمه ويمشي ويتحرك وياكل ويشرب ويزاوي عمل الأحياء وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى فالبعث بعد الموت وعودة الأرواح إلى أجسادها ولكنها حياة ليست كالحياة الدنيا أكمل منها حياة لا تنقطع دائمة ومستمرة على المسلم أن يستعد في هذه الحياة الآخرة بالعمل الصالح والتوبة من الأعمال السيئة نعم جزاكم الله خير نبارك فيكم هذا يسأل ويقول بالنسبة للنجاسة يا شيخ هل تطهر بغيذ الماء وهل المغاسل التي تستخدم البخار كفي بالغرض من جهة الطهارة النجاسة لا يطهرها إلا الماء لا يطهرها إلا الماء إن الله سبحانه جعل الماء لنا طهورا ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء طهورا ولا يكفي البخار لعزالة النجاسة لنبد من غسلها بالماء حتى يزول أثرها طعمها أو ريخها أو لونها لنبد من هذا إلا أن بعض النجاسات مثل الأثر الذي يكون على المخرج من القبول أو الدور هذا يطهر بالاستجمار وبمسيح حتى يزول أثر الخارج ويكفي ذلك عن الغسل بالماء وكذلك النعي إذا صار فيه وطيئ في نجاسة ومسحه بتراب الطهور والأرض الطهور فإنه يطهر بذلك نعم أحسن الله إليكم وبركة فيكم الأخ إبراهيم ألف ألف يقول بالسؤال عن الدعاء يا شيخ هل الدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه الرزق والزواج وأمور الحياة وهل هي مكتوبة في اللوح المحفوظ الدعاء عمل والعمل مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ فهو من قدر الله إذا حصل الدعاء فهو مقدر ولا يتنافى يسأل يفضيلة الشيخ عن الذهب يقول هو محرم على الرجال جائز للنساء ما الخكمة من تحرينه على الرجال لأن الرجال لا يحتاجون إلى الزينة مثلا النساء النساء بحاجة إلى الزينة ولذلك باح الله لهن الحديد أو من يؤو ومن ينشع في الحلية وفي الفصام غير مبين فالمرأة تحتاج إلى الزينة وأما الرجل فلس بحاجة إلى الزينة للذهب قل في الله نعم جزاكم الله خيرا السائل من سوريا يقول عندي بعض الأواني الزجاجية المعدة للطعام والشرار مكتوب عليها آيات قرآنية مثل آية الكرسي وأواخر سورة البقرة وغرضنا من هذه الأواني التداوي بها هذا لا يجوز وهذا ليس من التداوي الذي ورد عن بعض السلف منهم تكتب الآية والآيات في صحن أو في عنا ثم تغسل وتشر وغسالة المكتوب من الآيات أما أن تكتب بسبة خابتة في الأواني وتبقى فهذا إهانة للقرآن ولا يجوز نعم جزاكم الله خير نبارك فيكم السائل عبد الله من الرياض يسأل عن فضيلة الشيخ خضاء الحاجة في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف العورة لا يجوز كشف العورة فالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يتوارى عن الناس إما بجدار وإما بشجرة وإما بمكان معد لقضاء الحاجة كالحمامات وحلات قضاء الحاجة لا يسر الإنسان عورته إذا أراد أن يستنجي أيضا كذلك يستطر عن الناس ويستنجي من وراء حاجز ومن وراء ساتر ولا يكشف عورته عند الناس نعم جزاكم الله خيرا يقول في سؤاله الأخير هل يلزم المتوضي الشيخ أن يأخذ ماء جديد لأذنيه أم يكتفي بالوضوء الأول الصحيح أنه يكفي بقية بلل للرأس لأن الأذنين من الرأس فيمسح رأسه يديه مبنولتين ويمسح أذنيه باطنهما وظاهرهما من بقية البلل الذي مسح به رأسه هذا فائل فضيلة الشيخ يستثل عن معنى حديث لا يورد ممرض على مصح يقول ما معنى معنى تجنب العدوى لأن الأمراض تعدي بإذن الله تنتقل بإذن الله فهذا من اتخاذ الأسباب الواقعة والوطاية كما يقولون خير إلى العلاج النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى فعل الأسباب الواقعة ما إذاكم الله خيرا يسأل يقول هل العين تصيب الإنسان وكيف العلاج في نظركم في ضوء الشريعة الحديث الصحيح هل العين حق ولو أن شيئا سابق القدر لسابقته العين فالعين تصيب إذا أراد الله سبحانه وتعالى وتعالج بالذكر وكذلك بالاستغسال لأن يغسل العين أو يغسل العين ثم يوخذ غسالته وتصب على المصاب بالعين كذاكم الله خيرا أبارك فيكم له سؤال فضيلة الشيخ عن السحر يقول ما هو السحر وما حكم تعلمه وما حكم التردد على السحرة والمشعودين في وقتنا الحاضر السحر من عمل الشياطين ومن تعليم الشياطين ولكن الشياطين كفر ويعلمون الناس السحر فالسحر من تعليم الشياطين وهو كفر كما قال تعالى عن الملتين إنما نحن فتمة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتمة فلا تكفر يعني فلا تتعلم السحر السحر الكهر تعلمه وتعليمه وعمله وهو من عمل الشيطان شياطين الإنس والجن فعلى الإنسان أن يسأل الله العافية والشفاء ويتعوذ بالله من شر السحرة وتشر النفاتات في العقد يعمل الأسباب الواقعة بإذن الله عز وجل جزاكم الله خيرا نبارك فيكم أبو تركي له مجموعة من الأسئلة في رسالته أولا يسأل يقول ما معنى الإخلاص وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم فما الحكم الإخلاص لا يقصد بعبادته إلا الله عز وجل لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا طمع في مطامع الدنيا وإنما يخلص العبادة لله عز وجل فلا يكون في قصده غير الله عز وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه عليه وسلم نعم جزاكم الله خيرا فقرة بالثانية عن الرقية يقول هل تنافي التوكل وما هي الرقية الصحيحة التي وردت في ضوء السنة الرقية هي القراءة على المصاب وتكون بالأدعية الشرعية من الكتاب والسنة وهي عمل طيب وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي فهي عمل طيب لحديث لا رقية إلا من عين أو همه وصورة الفاتحة رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرقية مسروعة وهي نوع بل هي أعظم أنواع الجناج من الكتاب والسنة أحسن الله إليكم مبارك فيكم له فقرة أخرى فضيلة الشك في هذه الرسالة يقول لماذا حذر الأنبياء أقوامهم من الدجال مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان لأنه لا يعلم وقت فروجه إلا الله سبحانه ومتعالى فهم حذروا لأنه يتوقع خروجه في كل وقت لأنه لا يعلم خروجه إلا الله سبحانه ومتعالى جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أقرأ كثيرا فضيلة الشيخ عن كثرة الطلاق في زماننا الحاضر من بعض الشباب فلماذا كثر الطلاق وما هو التوجيد النسبة للشباب المتزوج حديثا الطلاق خطير وفيه مضار عظيمة تترتب عليه وهو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يترتب عليه من تشتت الوسرة ومن تفرق الزوجين وغير ذلك من المضار ويكثر الطلاق في الناس بجهل بسبب الجهل والتساهل وأيضا الشيطان يوقعهم في هذه الأمور لأنه يريد لهم الشر ويريد أن يفرق بين الزوجين فالشيطان يغريهم بالطلاق وأيضا سبب الغوض الذي يحصل من الإنسان يتسرع بالطلاق وما أشبه ذلك والجهل فعلى الإنسان يحفظ لسانه وأن يتحفظ من كلمة الطلاق أو لفظ الطلاق إلا عند الحاجة هنا تزاكم الله خيرا للأخت السائلة أم مريم تقول فضيلة الشيخ سمعنا ما أعد الله عز وجل وما أعده للرجال من الحور العين والنعيم المقيم في الجنة فما للنساء لأن النساء لهم ما أعد الله لهم فإن الله سبحانه وتعالى يجزي كل عامل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم يحسن ما كانوا يعملوا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيم الرجال والنساء في الثواب والعقاب سوى كل نجزى بعمله خيرا أو شرا تزاكم الله خيرا مبارك فيكم هذا السائل أبو عسام له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول كيف تكون كلمة التوحيد لا إلهة إلا الله مجتملة على جميع أنواع التوحيد لأن الإله معناه المعبود بحق لا إلهة إلا معبودة بحق إلا الله سبحانه وتعالى فهي نفت نفت العبادة عن غير الله وأثبتتها لله عز وجل فجمع تنواع التوحيد الثلاثة التوحيد الربوبي وتوحيد الولوهية وتوحيد الأسماء والصفات نعم فضيلة الشيخ هذا السائل رمز اسمه بألف ألف يقول لي زمين مقصرة فضيلة الشيخ ويقول أنا أدعو ولا يستجاب لي والله يقول عز وجل في كتابه الكريم ادعوني أستجب لكم نعم لا تستعجل ادعو الله ولا تستعجل ولا تيأس والله جل وعلا سكيم عليم قد يعجل الإجابة للعبد وقد يواخرها لمصلحته وقد يدخر له من الخير أعظم منها فالدعاء عبادة هو خير لا تسأم منه ولا ولا تستبعد الإجابة تترك الدعاء قال في الحديث استجابوا لأحدكم ما لم يعجل قال وكذا يعجل قال يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجبني نعم سجاكم الله خير نبارك فيكم أبو ناصر يقول فضيلة الشيخ مسافر من بيتنا لمدة ست شهور أو سنة ويظل الماء الخزان فالماء إذا تغير بطول مكثه فليجوز الوضوء به نعم لا لم يتغير بنجاسه وإنما تغير بطول مكثه أو بسبب المكان الذي هو فيه أو بسبب المواصير يكون فيها نوع من الصدى وما شو ذلك فهذا لا يؤثر على طهورية الماء نعم مستعماله نعم جزاكم الله خير يقول إذا كان على الإنسان أثناء صناعية فهل ينزعها عند الوضوء لا هذا من التسلف يتمغمغ ولا ينزع شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وهذه تحية من مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء وخيط الدوسري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر